اشتركوا في القناة الاسبوع هذا التوقعات مختلفة في اشياء جديدة انا ضفتها للموضوع لان انا ما بطلت اعمل توقعات شهرية فدمجت حركة الكواكب من ضمن الاسبوع عشان تعرف التأثيرات العامة كيف رح تكون عليك من الكواكب خلال فترة الاسبوع مع التوقعات اللي هي مع حركة القمر كيف رح تكون ولكن الاهم من هذا انك انت تسمع برجك وتسمع طالعك لانه اكيد في خلال ساعتين كل الابراج رح تكون نازل على القناة مع بعض فبتسمع برجك وتسمع طالعك عشان انت تدمج ما بينهم وتشوف التوقعات كيف بتحكي عن البرجين تشوف ايش الغالب عليك فهيك بتعرف انت توقعاتك الشخصية بدون ما تحتاج لأي فلكي ليشرح لك هذا الاسبوع طبعا اللي ما بيعرف طالعه في رابطين هاي موجودات في صندوق الوصف بدأ اشرحه لك كيف تستخرج طالعك وموقع كيف تستخدمه عشان تستخرج طالعك على الجهتين رح تستفيد من هذا الموضوع اهم اشي انك تركز معي خصوصا بالبداية قبل ما نوصل لتوقعات الاسبوعية طبعا اللي حكينا في الفترة الماضية انه الشمس صارت موجودة بالسرطان يعني هذا بيتك الثاني وفي المقابل عطارد بيتراجع في بيتك الثاني في معنى هذا انه الفترة هاي انت بتجيك فرص مالية وبيجيك دعم مالي وممكن تجيك هبات او مساعدات او هدايا بتركز عليها بشكل جيد او تركيزك كامل بيكون على الوضع المالي بالفترة هاي ولكن تراجع عطارد بيفتح مجالات اما للمصاريف او لا ضياع فلوسك او لا سرقتك او لا النصب عليك فبدك تكون حذر من هاي النقاط ومن المصاريف لزيادة الزهرة طبعا معروف انها هي بتتراجع فتأثيراتها السلبية رح تضل مأثرة عليك ليوم السبت على المستوى الشخصي او التقلبات النفسية او نوع من انواع التوتر او الاكتئاب او شعور مش مرتاح منه او اشياء من هذا القبيل من بعد يوم السبت بتلاقي في عندك طاقة جميلة جدا رح تعزز من ثقتك بنفسك وفي نفس اللحظة رح تلاقي انك انت صرت محبوب من الجنس الاخر اكثر وممكن تبدأ بعلاقة او بمعرفة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن لايلك وهو هذا البيت الحساس جدا لانه هذا الاموال المشتركة فهذا كل الكواكب الان قاعد بتعمل بعض الزوايا الصعبة فهاي بتأثر عليك بشكل سلبي على الامور الاموال المشتركة فممكن يعني تكفى الحد بالفترة هاي وينصب عليك ممكن انت تنسرق بسهولة او ينتصب عليك او تقلق ببعض المسائل المالية المشتركة زي مطالبات مالية او بنوك ضريبة تأمين من هاي الجهات ممكن تتكاثر عليك بعض الاوراق او تظهر بعض الاوراق اللي تكون مش لصالحك فعشان هيك بدك تركز بشكل كبير على هاي النقاط اما بالنسبة لاخر تأثير للكواكب اللي هو البيت العاشر البيت العاشر اللي له علاقة بالعمل وعلاقتك مع زملائك ورواسائك بالعمل وعلاقاتك العامة فهذا شوي بخليك تحس انه في ناس بتتآمر عليك في مكان العمل بتكيد لك بتضحك عليك بتستغلك بتستعطفك هاي الامور كلها اذا ما كان في دليل عندك كامل على هذا الموضوع بتكون هاي كلياتها اوهام لانه نبت بتراجع وهو كوكب الاوهام والاحلام بعزز هاي النقاط عندك وبيخليك تحس انه في كثير من المشاكل او المكائد او ناس بتتآمر عليك او بتكيد لك الاهم انه هذا بيت السمعة ما تقوم بعمل اي شيء يشوه سمعتك بهذه الفترة لانه تراجع نبت مؤذي جدا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بكون موجود في العذراء فعشان هيك في هاي الفترة هذا بيت البيت ففي الفترة هاي بتنشغلوا بامور الها علاقة بالبيت فيا اما بتنظيم اموركم البيتية والعائلية يا بتقارب عائلي يا اشي العلاقة بالعقارات بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم بالفترة هاي تشعر ببعض الحزن والتعب بتبحث عن ملاذ امن لا اليك فممكن انه تلاقي نفسك في البيت بشكل متواصل او ما عندك رغبة للخروج اهم ايش انك ما تنتقد اقرب الناس لا اليك ممكن تلمس هاي الفترة نوع من انواع التوتر على الصعيد العائلي اما بسبب كثرة الضغوط او يكون في حدث عائلي شوي يلفت انتباهك تشارك فيه فيحدث نوع من انواع البلبلي من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان فعشان هيك بالفترة هاي بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم ايش انك تلطف الاجواء يعني بتقدر انك انت تعيد برضو او تعمل نوع من انواع المصالحات لاعادة بعض العلاقات لطبيعتها في هاي الفترة بتنال اشياء كثيرة من اللي انت بترغبها وممكن تنتصر على كل الاعتبارات ممكن تحل مساء العالقة او كانت مستحيلة بالفترة الماضية يعني بمعنى اخر الفترة هاي فترة ايجابية لازم تستغلها قبل ما نبدأ بالايام الوراها لانها رح تكون ضاغطة عليك من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود بالعقرب يعني ببيتكم السادس بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك بنقولك انجزوا اللي بديقدروا عليه من العمل المتراكم في الفترة هاي نظموا جدول غذائكم وخضوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء يبل ما تعقد او توقع على اي شيء او تعزم على اي امر لا تتشبث برأيك واستمع لاراء الاخرين بهدوء وروية لا تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بالفترة هاي بملف او بمعاملة من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود مقابلك في بيت الشراكة فعشان هيك بالفترة هاي بصير في قدرة على تعزيز الشراكة وفي نفس اللحظة طاقتك ضعيفة عشان هيك بالفترة هاي هاي الفترة مناسبة لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل او العاطفة يعني برضو بالعاطفة مع الازواج هاي الفترة يعني بكون فيها السلبية انه طاقتك بتكون ضعيفة وبتكون ضاغطة عليه فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات او خلافات بالفترة هاي بدك تكون داير بالك ومستعد انك انت تواجه بدون عصبية وبدون حدية يعني بمعنى اخر بعقلانية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد من لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد من 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 ا